كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بصيغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأساس مؤكدا أنه سيتم الموافقة على الفور على أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك وأشر مدبولي خلال اجتماعه لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بضمياط وسبل الاستفادة من مزاياها تنافسية إلى أن الحكومة عزمة على صيغة رؤية واضحة لأحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطع الأثاث في مصر كما تترق مدبولي إلى إمكانات جزبي الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالية تطوير صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها بمحافظة دمياط حيث نجح جهاز تمثيل التجاري في جزبي نحو 57 فرصة استثمارية في المحافظة